محمد القوسي كل سنة وقناة الأهلي طيبة والعاملين في قناة الأهلي من 6 أغسطس 2011 حتى زيد اللحظة الل lineage فيها على الهوى 11 سنة ويوم مرت على قناة الأهلي القناة التي انطلقت بتعبر عن النادي الأهلي عن قيم وعن مبدو لو تكمل المنظومة الإعلامية في النادي الأهلي كان أول نادي في مصر يعمل مجل وبعد كده كله جيبه عندي أول نادي في مصر يعمل مركز علامي كله جيبه عندي أول نادي في مصر يعمل موقع الإكترون كله جيبه عاديا. الأهلي أول نادي يعمل قناة وليس محدش جيبه عاديا. في المنطقة كلها يمكن الناس بعد الأهلي بسنوات طويلة بدأت تفكر في المنطقة عبية تعمل عاجلة كده. لكن في مثل ما زال الأهلي له الرياضة الفضائية بين الأندية المطرية. بيقدم إعلام محترم. إعلام منبسق من قيمه من مبادئه من تاريخه. إعلام بينبز التعصب. إعلام بيحض على الحب. على التقارب. على الفضاء. على الأخلاقيات. إعلامي. الحمد لله قناة الأهلي. على مدار 11 سنة لم تأتي لها أي ملحوظة عن الأداء من الأعلام اللي فيها. لم يوقف بسها. لم يوقف برنامج. لم تستخدم أي لغة خارجة عن النص على الإطلاق. لأن هذا هو النادي أهلي. وهذا هو قيمه الأهلي. وأي شيء يرتبط باسم النادي أهلي دايما بيسير تحت مظلة القيم والمبادئ والأخلاق. فربنا يا رب دايما الأهلي في هذا الطريق. ودايما ولاده بيحافظه عليه. عمر النادي أهلي ما بيمزلق في أي اتجاهات. وعمر النادي أهلي ما حد بيجروا لحروب. هو مش مختار لما عادها ولا توقيتها. دي نقطة مهمة أوي. آآ آبد. لأن أنا آآ عايز أتكلم على دور القناة. بالتحديد دور قناة النادي الأهلي إيه بالضبط. لأن في ناس تتكلم مسلا يجي يقولك إيه ده فيه واحد تلع شتم أو أتكلم بطريقة مش كويسة عن فلان فلاني أو عن النادي الأهلي على كم لازم ترده ولازم تعمله. دور القناة إيه يا أستاذ قوسي إن وجهت نظرك. لا يعني إحنا يعني. عشان نوضحه بس للناس اللي نشتغل أعلام بالآخر يعني. إحنا بمشتغل إعلام آآ 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 قناة الأهلي بتشتغل إعلام هادف. إعلام محترم. إعلام بببببينقل صورة آآ جميلة وصورة حقية لجمهور الأهلي. بيعرف جمهور الأهلي اللي بيحصل في النادي الأهلي. بينقل اللاعبين واللقاءات والحوارات والكواليس. بينقل كل الحاجات اللي بتحصل جوه النادي الأهلي بشكل شيك وبشكل محترم. لكن لما يجي حد من برة يتطاول أو يخرج عن النص. قناة الأهلي لا يمكن أن تنزلق إلى هذا المجال أو تنزلق إلى هذا الطريق. كما مجلس دارة النادي الأهلي. كثيرون تطاولوا عليه. كثيرون وصلوا إلى مراحل وانحضروا إلى الحديد في التعامل معه. لكن ظل مجلس دارة النادي أهلي بكيادة كابتن محمود الخطيب شامخا. مرتفع على الرأس. يعني يعلو فوق هذه التفهات وفوق هذه الصغائر. وكذلك الأمر بالنسبة لكل ما ارتدنا النادي أهلي وخصوصا وسائل إعلامه. لأن طبعا وسائل إعلامه هي الرابط بين النادي أهلي وجمهوره. هي اللي بتعمل حلقة الوصل بين الأهلي كإدارة وكفريق وبين الجمهور اللي هو منتشر في ربوع مصر من أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال إلى كل الكرة والأزقة والحواري وكل البيوت المصرية موجودة ومن تغير غير فاند أهلي. فاند أهلي مش ممكن كما لم تنزلق إدارته إلى يعني قاع الأخلاقيات اللي نزلق إليها البعض. كذلك قناته يعني بتصير بطريق محترم وبنهج محترم. احنا بنقدم خبر بنقدم معلومة بنقدم لقاء بنقدم حوار. لكن عمر القناة الأهلي ما هتهبط إلى هذا المستوى اللي البعض هبط ليه. بدليل الحمد لله ترى أن الكل بيحمل لها كل احترام وكل تقدير. ودور أن يتواصل رسائتها التنويرية الأخلاقية المحترمة مع كل الأجيال. في إطار كلامنا على التطوير وأن النادي الأهلي دايما بيكون صباق في أي شيء. النادي الأهلي في الأسبوع الفات ده قدر أن هو يفتتح أنا بقول عليه مركز متكامل للفريق الأول لكرة القدم أسفل المدرج الجديد. مركز تب مركز تأهيلي مركز تدريبي متكامل في الحقيقة بالنسبة لنادي الأهلي غرف ملابس كل هذه الأمور. وأكيد حضرتك تبعت هذا الحدث. تعليق علي إيه؟ طبعا يعني زي ما قلنا أن الأهلي دايما بيبقى الأول. بيبقى صاحب الفكرة. لأن هو الأهلي دايما بيركز على الأفكار. بيركز على الإبداع. بيركز على الحاجة الجديدة. بيشتغل على الكلام ده بشكل قوي وبشكل مستمر وشكل فعال. دايما بيعمل حاجة والكل يقلده. دايما بيعمل حاجة وناس كتير بتصير وراه. الأهلي مش واقف عند نقطة معينة. دايما بيدور على الجديد. يمكن أعتقد الفكرة اللي حصلت في تطوير غرف ملابس النادي الأهلي دي. أعتقد ربما كانت هذه الفكرة في ذهن مثلا كافة محمود الخطيب منذ أن كان لعبا. كان يتمنى أن يرى الأهلي بهذا الحجم وهذا الشكل يعني. وطبع مجلس دارة الأهلي بالكامل يعني. الأهلي يحتاج دايما إلى أن يكون رقم واحد. أن يكون ليس أقل من أي نادي في العالم. ما رأيناه في غرف ملابس الأهلي الجديدة. يعني تشعرك أنك في غرف ملابس بارشلونة. ريال مدريد. الأرسنال. الحاجات العظيمة على مستوى العالم. الحاجات القيمة. لما تلاقي غرفة ملابس للأيبة حاجة عظيمة جدا ومبهرة جدا وبشاك. الممر اللي بيخش بينه حاجة يعني. يعني حاجة لما تشوفها لا تملك إلا أنت ناسك ناسك وتشيد بمن فعل هذا ومن فكر ومن خطط. غرفة ملابس. في هدوء تاني. خالص. نفجئنا. نفجئنا. ما شوفوا حاجة عارف حاجة عن موضوع ده. غرفة ملابس لعبة. وغرفة ملابس كان فيه اتنين غرفة ملابس. طب ليتنين غرفة ملابس. طب الفريق بروحها. لما يجي لك ديف يلعب مباراة ودية. حيكون متواجد في هذا المكان بدل من يكون موجود في مطفل متواجد تاني. الأجهزة اللي موجودة أجهزة الاستشفاء. أحدث أجهزة الاستشفاء موجودة في العالم. أعتقد دي هتفرق كتير جدا مع لعبة النادي الأهلي في المرحلة القادمة. يعني بتعملك استشفاء سريع جدا وترجع اللعب أو تعيد اللعب الحالة الطبيعية في أقل وقت ممكن. وده مهم جدا هيقلل من حاجات كتير جدا. وحيفيد لعبة النادي. صلاة الجيم الجديدة. كل ده المحاضرات الفيديوهيات. يعني حاجة الحقيقة مبهرة. حاجة عظيمة. حاجة يعني ده استحق التقدير وكل الشكر للمجل النادي الأهلي. إن عمل حاجة زي كده مبهرة يمكن. حتى الأندي الأخرى لما شاف ده حصلها حالة من الإنبهار. وحتلاقي المقلدون يظهرونها ويقدمونها لك نفس الصور. يعني عمرنا بسمعنا عن غرف ملابس في أي مكان. يعني في الغالب بتبقى يعني ليست جيدة المستوى. محدش مهتم بيها. وتبقى فيها نوع من الإيمال. نشوف هذا الجمال. هذه النظافة. هذا التنسيق. هذا التقدم. هذا العلم. هذه الأجهزة. فده طبعا شيء عظيم جدا. يليق. جهاز الشفائي كمان موجود. جهاز الشفائي جديد. اللي تم التعاقد عليه. بالضبط طبعا. ده جهاز يعني عظيم. أعتقد. جهاز الأول مش موجود في مطر يعني. فطبعا النادي الأهلي دايما سباق وبنهنيهم على هذا الإنجاز وهذه البنية التحتية جوه النادي الأهلي. اللي حتستمر على الأجيال إن شاء الله المقبلة اللي هتستفيد بيها وتتطور أكثر وأكثر بيها. في الحقيقة شيء جيد ومفرح جدا بالنسبة لكل الأهلوية. بما أننا نتكلم على أبناء النادي الأهلي برضو يا أستاذ أوسي. فترة اللي فاتتها فترة كانت مفتوحة للإعلام للتواصل مع لعبي النادي الأهلي في مختلف القنوات. وإحنا عندنا هنا في قناة الأهلي عملنا بعض اللقاءات المميزة جدا في الحقيقة مع بعض اللعبين من نادي الأهلي. في البعض الآخر عمل لقاءات أخرى فيه قنوات أخرى. لكن قدرت أن أنت تستشفي إيه من كلام لعبي النادي الأهلي. لأنا في الحقيقة شفت أن فيه تشابه شوية في الكلام وفي الطريقة بتاعت أبناء النادي الأهلي في الحديث. وده شيء مهم يا لازم نعلق عليها. تحيات تبع لك في اللقطة دي اللقطة مهمة جدا يمكن هي اللقطة متفرقة لكن لما تجمعها على بعض هتعمل لك صورة مكتملة. تعمل لك صورة حلوة. تعمل لك صورة جميلة. تعمل لك صورة أهلوية. فتقدم لك مشهد جميل كده بيعبر عن النادي الأهلي. وبتشوف من خلال اللي حصل ده لما تسمع واق الجمعة وتسمع شريفة كرامو وتسمع كريم ندفد وتسمع قبلهم والد سليمان وتسمع حسام عشور وتسمع عكب صدعب حبيب كل ده بيقدم لك مستقبل مشرق لنادي الأهلي. تسمع رحمة فضل كل دولة يعني نماذج ولاد النادي الأهلي وقيم موجودة كبيرة في النادي أهلي تشعر أن الأدب في كلامهم جميعا رابط بينهم كلهم. الأخلاقيات موجودة. القيم اللي ترابوا عليها في النادي الأهلي موجودة العلم والثقافة والفكر والتقطيط والرؤية موجودة عندهم كلهم يعني الحقيقة يعني كل واحد فيهم ظهر أبهر من سمعه وقدم صورة جميلة وصورة محترمة عن النادي أهلي تحدث عن نفسه تحدث عن نديه تحدث عن أمنيات تحدث عن أحلامه تحدث عن وعدة لو قد فيه لم يطل أحد بسوء لم يجرح في أحد لم يعني يخرج لفظ لا يليق به فتشعرنا دول قامات كبيرة جدا. الحقيقة أنا بعد ما شفت مجموعة الحوارات للقامات الأهلوية اللي موجودة دي. الواحد اتطمر على مستوى النادي الأهلي. لما تسمع تشاهد كرامو وبيتكلم. وهو يعني ما بيشاركش في المباريات. ولا فرق معاه. اللي فرق معاه النادي الأهلي. قيمة النادي الأهلي. يعني حتى لما شفت. عقلته مميزة. يعني لا حاجة محترمة جدا. لما تسمع حوائل جمعة وبيتكلم على النادي الأهلي. وعقيمه عن تربيات وعن أخلاقيات وعن المواقف الصعبة والمواقف البتاع. لما تسمع ومتكلمه على أن النادي الأهلي مهما حصل فيه من معاول هادم بتضرب فيه. إلا أن النادي الأهلي يظل شامخا. كان الجبل صعب جدا. يا جماعة. أنت بتكلم في تاريخ طويل جدا. تجاوز القرن من الزمان. فمستحيل يا جماعة. ما حدش يدر يهد الهرم يعني. فطبعا كان لقات الحياة مبيرة. أعتقد الناس كلها تمتعت بها. والناس تكلمت عنها بشكل كبير جدا. وما شفناش حتى حتى بيكلم بنعر التعالي أو فخرة أو بتاع بيكلمه المنتصر المتواضع يعني. طبعا حاجات عظيمة وحاجات محترمة. ولو حاورت كل اللعيبة اللي تربوا في النادي الأهلي. قتلا عندهم نفس الرؤية نفس الفكر نفس الأخلاقيات. ودي الحاجات اللي بتتورسها الأجيال. ودي القيم بتاعت النادي الأهلي. اللي من أيام مخترتتش وقبل مخترتتش هي المتتورسة وهي المستمرة وهي اللي بتدير. حتى اللعبين الجداد في حواراتهم هنا في قناة الأهلي. تحيث أن هم مجرد ما دخلوا النادي الأهلي خلاص الدنيا اختلفت. شفنا أحوار محمود متولي على الشاشة الأهلي. يعني إيه الأدب ده وإيه الاحترام ده وإيه التقدير ده وإيه القيمة ده. يعني برضو تشعر أنه لاعب موجودة في الأخلاقيات واسمات الموجودة في النادي الأهلي يعني. فطبعا وأعتقد منظومة الحمراء وفي خطوطها وتحت مزلتها. بتلفظ المنظومة على طوله وبيفشل مهما كان مستواه ومهما كانت قدراته. وياما فيه لعيب جاد النادي الأهلي بقدراته وإمكانيات فنية وبدنية عالية. لكن لم تستمر وخرجت بعيدا عن النادي الأهلي. بالضبط. إن شاء الله كل التوفيق لكل لعيبة النادي الأهلي في موسم جديد. بالتالي عايز أتكلم شوي على المباراة المجبلة مباراة إطلع بره في مستهل المشوار الأفريكي. هذه المباراة الهامة جدا والتي قد تبدو للبعض إن هي مباراة سهلة. بتشوف المباراة دي إزاي. طبعا يعني أنا عايز طبعا قبل ما أدخل في المباراة عايزك يعني أركز على كلمة أطلع بره. تمام. ماشي. يعني إخوانا السيدانيين بينطقوها أطلع بره. آه. وأنا يعني دورت على أصل الكلمة وبحثتها وليه إعلامين شديدين أصدقائي. وسألت على الفريق ده. فيعني بعض الروايات اللي جات لي إن فرط إطلع بره. خنا نطقها بالمصري. يعني إحنا عندنا إطلع بره. بره المكان. خالص يعني. فأخبرت طبعا ده قدام فكان في جنوب السودان في جوبة العاصمة. حي. زي حي العجوزة. زي حي عبدين. زي الزمالك. زي المهندسين. يعني حي اسمه منطقة اسمها إطلع بره. ليه سموها بالاسم ده. المنطقة دي كان فيها مجموعة من الشرديني وكان في بيخشها بعض الأجانب وبعض الأغراب والبتاع. فكانوا لا يقبلون أي حد من خارجه. أي حد غريب. فكان على طول الأول ما يجي أطلع بره. من هنا بدأ التركيز على هذا المكان. حتى إن المكان أخذ هذا الضرد للغرباء والأجانب. وأطلقه على المنطقة. وبقى عندهم فرقة كورة. تم إطلاق اسم عليها إطلع بره. اللي هي هتواجه الناد الاهلي. وهو فريق على فكرة. له تاريخ. وليس فريق جديد. ربما لم يلتقي مع فرق مصرية من قبل. بالضبط. والاسم يبدو كان غريب مننا كمصرين. لكن هو فريق له تاريخ طويل. وهو بطل الدوري في جنوب السودان. ودايما بقول إن لا توجد مباراة سهلة. ولا نستهيم بأي فريق. ولا يعقل على الإطلاق إن فريق ما يكونوش مثلا تاريخ طويل في هذه البطولة. فنقول إن دي مباراة سهلة للأهلي والأهلي. خلاص بقى في دور 32. ما حصلتش. عندما استهلنا بالمنافسين في الكان 2019 ونحن نواجه جنوب أفريقيا وكعبين عالي عليها. ولم تكسبنا على الإطلاق في المباراة. خسرنا المباراة. ووجد نظر دايما وكل الخبراء الكرة وديت على المتابة وكل الخبراء الكرة أن لا يصح أن تقول على أي مباراة أنها مباراة سهلة إلا بعد نهاية. لما تنتهي المباراة وتحقق نتيجة كبيرة جدا. يبقى بقى نقول إن المباراة دي كانت سهلة للنادي الأهلي. لكن مدام الأهلي لم يلعب هذه المباراة فهي المباراة صعبة وصعبة جدا. ولا بد أن يتم بسعادلها. فالمباراة لا تستهين على الإطلاق بأي فريق حتى لو في دولة 64. أنت بتكلم الأهلي تاريخ طويل جدا عنده ثمان ألقاب أفريقية بفريق ربما نسمع عنه لأول مرة كمشارك في دورة الأبطال. لكن كرة القدم لا تعرف إلا الكفاح على الأرض. شفنا منتخب مدغشقر ليس له أي تاريخ في الكان على الإطلاق. يصل لدورة تمانية ويتم لطاحب فرق كبيرة جدا. كان من منها منتخب مصر والمغرب والحديات كثيرة كده. فكرة القدم تحتاج إلى الجهد. تحتاج إلى المسابرة. تحتاج إلى لعب طويل 90 دقيقة حتى تحقق هدفك. بما أنك لا تعرف هذا الفريق وفريق مجهول بجبالك. فعليك أن تحترم واحتراما كبير. ومؤكد أن النادي الأهلي على مزال الجيدان. والجاز الفني يعمل على هذا الأمر. فأعتقد أن المباراة ستكون سهلة. إلا لو الأهلي أخذها بجدية وقدر يسيطر عليها. ويمكن الناس سهلوا الأمور بعض الشيء. أن الماضيين يتلعبوا هنا في القاهرة. وأعتقد أنهم برضو عندهم شطموح كبير جدا. أنهم يتجاوزوا. أصلا مش قادرين يعني يستضيفوا الأهلي عندهم. والأهلي طبعا كان يتمنى أن يلعب في جنوب السودان. ويتمنى أن الأهلي يلعب في السودان وجنوب السودان. طبعا الأهلي في أي مكان ليه قيمته. وليه اسم وليه شعبيته. لكن هم اللي فضلوا. وهم مستوى بين فريقين من ودي النيل. إن شاء الله بإذنين يتمنى أن هذه الأهلي كل توفيق في هذه المباراة. لأن في الحقيقة البداية مطلوبة أنها تكون بداية مناسبة لفريق يطمح بالفوز بالبطولة الغائبة يا أستاذ أوسي. بالتالي البعض يتكلم شوية وبيكتهد في جزئية التشكيل بالتحديد. وأنه ممكن الصفاقات الجديدة نشوفها في هذه المباراة. سواء تلات لعيبة أو واحد على الأل منهم يكون متواجد. البعض يتكاهن يقولك أليو ديانجة حيبتدي. والبعض الآخر يقولك متواجد يهو اللي حيبتدي. والبعض الآخر يقولك أفشي هو اللي حيبتدي المباراة. بتشوف إزاي الالتجاه ده أو الحديث عن الجزئية دي بالتحديد. وهل النادي الأهلي في حاجة للبداية بصفاقاته من أول مباراة ولا الموضوع مطروك للجازة فني هو القضرة بشكل كبير من الجزئية. طبعا الأهلي يعني بعد مماتش الزمالك وحصل راحة عاد لمجموعة من التدريبات المكسفة تدريجية. يمكن ما عملتش مباراة ودية لأن الوقت داية والموسم كان صعب والشاق بالنسبة للفريد. فيمكن التدريبات دي كلها بسط لمرحلة قوية جدا وعدد كبير جدا من اللعيبة تقلق. المؤكد من الصفحات الجديدة اللي جاية نادي أهلي بتبزي الجهد كبير جدا أكتر من اللي موجودين جوة الملعب علشان يقدموا نفسهم وقدم صدراتهم وقدموا كل القدرات البدنية والفنية اللي عندهم للجازة فلن بقيادة لا صارتي. أنا شايف أن دا بيصحب جدا في النادي الأهلي طبعا أنك تحددوا. تبقى للمستوىهم. تبقى لتأهيلهم. تبقى للتأهيل المعناوي. تبقى للتأهيل النفسي. تبقى لجهازيتهم. أن هما يبدأوا. يعني توقعاتي أن في الغالب النادي أهلي ما بيدفعش بالصفقات من أول مرة. يعني دفع تدريجي. لأن الفنية الأهلي ليست سهلة. واللماء الأهلي ليست سهلة. يعني أعتقد أن ممكن يتم الدفع بهم تدريجيا وليس بشكل كامل من البداية. ده توقع وليس معلومة مؤكدة على الكلم. لكن التاريخ مع النادي أهلي بيقول لنا كده. يعني والتاريخ مع المدربين اللي كنين عفوا بيقول لك كده. أنه صفقة يعني ممكن يدي بعد جزء من المباراة في وقت. أعتقد أن ده هو الأقرب. أنه بشكل تدريجي الدفع بالصفقات. لكن زي ما قلنا في الحلقة الأسبوع اللي فات. أنها حلقة صفقات أخترت بدقة وبعناية شديدة جدا. صفقات ليست فيها شوء إعلامي. صفقات ليست فيها مجرد أن أنا أخذ لاعب. الأهلي اختار صفقات هو يحتاج هذه الصفقات. فإن شاء الله يكون لهم دور فعال. ودور مهم جدا في دفاع الأهلي. في الديفندر. في الأداء الوسط الهجومي في المقدم. إن شاء الله هنتفرج عليهم. وحنشوفهم ويكونوا أضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي. وما زال البما في طرحات أعلام يغلق لصفقة هجومية لم تحتجن بعض. ممكن أن يكون في صفقة جميلة. وارد جدا. هجومية. إذا جاءت المواصفات التي يريدها الأهلي. طيب. نتمنى إن شاء الله أن الأمور تسير بشكل مطلوب للنادي الأهلي. عايزة كام شوية عن جمهور النادي الأهلي. اللي هيحضر مورات يطلع مرة. وحوالي عشر تلاف مشاجعة إن شاء الله سيكونوا متواجدين. النهاردة تم فتح منفذ للبيع في إستاد الإسكندريا. وده في الحقيقة شيء مهم. ولفتة مميزة جدا من المسؤولين في النادي الأهلي. بتحديد كمان العميد محمد مرجان اللي صغرح بذلك. رؤيتك ومشايف إزاي حضور جمهور النادي الأهلي. فمورة مهمة زالية. يعني أنا ما زلت يعني بنتظر العدد لا ليس كافية ليس كافية على الإطلاق. وعدد يعني أنا بالنسبالي لم أتوقع أن يتمي تحديد عدد يعني. إذا كنت أنا استضافت حدث عظيم بقيمة وقدر كاس الأمم الأفريقية. العالم كله بيشوفني. العالم كله بيتواجد. وفي قلب القاهرة بفتح الباب لسبعين وستين ألف متفرج موجودين. وفي أي ملعب الباب مفتوح لأي حد بيشتري التزاكل وقدر يدخل. فلما يجي الأهل يلعب أعتقد كان الباب يفتح الباب على أقصى ما تستطيع. سيب الفرصة للناس يعني حيقل حتى التهافت. يعني طولنا فيه حرمان وقفل على الجمهور. طولنا فيه رغبة جيدة جدا للناس تحضر. يعني أعتقد يعني احنا في بعض المباراة في الدوري. بس هنا مباراة الأهلي والزماك والإسماعيل والمصر والاتحاد اللي هي الفرق الجمهورية. لو فتحت الباب للجمهور مش هتلاقي جمهور يدخل أساسا يعني فيه فرق. ماتشتها مش يحضرها غير الموجودين في الإدارة وفي الناد. كنت أتمنى أن يتمي فتح الباب مثلا لـ 30-40 ألف مثلا النهار ده فينا دي آلي. مهم جدا أنه ده يتواجد علشان نرفع المستوى علشان نقوي فرقنا اللي عانت كثيرا في غياب الجمهور. عشان لعبتنا تلعب قدام الجمهور وتاخد السقة دي اللي افتقدتها بقالنا فترة طويلة جدا. فأنا شاهد أن عادة الحقيقة قليل جدا لكن في النهاية ليس أمامنا إلا الالتزام لأن في النهاية دي حاجات خارج النادي الأهلي. ما فاش أي حلول طبعا الجهات المسؤولة هي اللي بتحدد هذا الرقم. بتشوف أهداف النادي الأهلي في الموسم الجديد إزاي خصوصا أن أنت عندك الانطلاقة مهمة جدا وقوية جدا في البطولة الأفريقية. بعدين عندك موراة بيرامد زغاية في الأهمية في كاس مصر. بعد كده تخلص إن شاء الله بإذن الله بطولة الكاس وتتأهل لدور الثاني وتأتيين تعدين إن شاء الله في أفريقيا. كمان هابيع عندك انطلاقة بطولة الدوري. بطولة الدوري قابليها في السوبر. بتشوف تحديات دي كلها إزاي بأمام النادي الأهلي؟ طبعا يعني تحديات كبيرة لكن الأهلي فريق كبير وفريق بطولة. يعني فدائما بيلعب على البطولة يعني دائما الأهلي في أي مكان بيلعب على المركز الأول بيلعب على اللقب مباشرة حتى وإن خسروا بيعاود الكرة تانية يلعب عليه. بالضبط. فدائما بيكون في زهنه هذا اللقب مهما كانت الصعوبات. زي ما شفنا الدوري في الموسم المنتهي قد يهي الأهلي كان بعيد عنه لكن كانت السقة جوه إدارة الأهلي وإدارة الكرة والجهد الفني واللعبين بل وجمهور إن أهلي سيعود 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 سيعود. وبالفعل عادة الأهلي واستطاع أن يحقق هدفه ويخطف لقب مهم جدا لقب تاريخي اللي هو رقب 41 في الدوري مهم جدا يعني. بزرطة مهمة أوي. بزرطة خد الدوري طب الأهلي خلاص بوقف عنده 41 خلاص هي بفكر في الدوري 42 بيبدأ بيتحول إلى تاريخ مباشرة. طب. الأهلي قدامه زي ما قلت قدامه مجموعة مهمة جدا والتحدي الأكبر للنادل أهلي في المرحلة المقبلة والمسلم يقول هو الدوري أبطال أفريقيا. طبعا. الأهلي مفتقده من 2013 كتأخر بطولة فاس بها النادل أهلي فأعتقد الأهلي بيجهز الفريق بهدف أساسي إلى هذه البطولة. طبعا زي ما قلت عندنا كاس مصر مباراة مهمة جدا مع برمجد أجلت كثيرا وإن شاء الله يعني تكون مباراة على مستوى الحدث. وعندك مباراة السوبر مش هفيني زكاة هتتلاعب ولا لا يعني. مباراة السوبر مصري. آه المفترض. هتلاعب هتلاعب قبل الدوري بيوم على طول الدوري يبتدي يوم 19 مباراة السوبر أهلي وزمالك 18 نتمنى أني هلتزم طبعا نكون في التزام بالقاطع أني كنت نفتح المسلم بإذن الله. ونتمنى أن الفرصة تتاح للأهلي والإذن الله لأندي المطارين نلعبه في القاهرة يعني. مفروض إن شاء الله. يعني أعتقد أن عندنا ملاعب في القاهرة دلوقتي اللي اتعمد في أمم أفريقيا ملاعب جاهزة جدا. وبالتالي يا صدوصي تم التعاقد ما بين النادي الأهلي وهاية السوبر القاهرة. موجود يا لكن في إصلاحات دلوقتي. أو مباجاة سعي يستطيع في إن شاء الله مباراة. أكيد إن شاء الله. نتمنى أن استضافة المباراة النادي الأهلي أو كل الأندية المصرية تبقى بحضور جماهيري كامل. لأن ده في الحقيقة جزء مهم جدا من كورة قدر. نتمنى أن نتاح الفرصة. لا ده مش مهم جدا. ده مهم فنيا مهم معنويا مهم ماديا كمان. لأن الدخول من الجماهير أعتقد فيه دخول مادية كبيرة جدا تحتاجها الأندية. اللي بتصرف يعني مات الملايين دلوقتي على الفرق وعلى تكيز اللاعبين. فمهم جدا غير الصورة نفسها بتبقى أشيك وتبقى أجمل وتبقى أقوى. بدل ما تبقى المدرجات فاضية يعني وخاوية على عروشها. بيبقى المنظر غير لائق يعني بينا كدولة كبيرة. وتشوق لرؤية النادي الأهلي يوم الحد. جمهور النادي الأهلي دايما بيبقى مستنين ماتش كده بتاع الأهلي. خصوصا بقى له فترة ما بيلعبش مثلا أو حاجة. متبعين بس التدريبات كده بتعمل خلال شاشة القناة الأهلي. لكن دايما يا أستاذ قصي بيبقى عند جمهور النادي الأهلي يتشوق لرؤية التيشرت الأحمر في الملعب. ده طبعا ده حقيقي وده مهم جدا. إن كل الشاق الأهلي بينتظروا عودته بقوة إن شاء الله. التشوق الأكبر أن يشوفوا الأهلي في شكله الجديد في الصفقاته الجديدة. التشوق الأكبر أن يشوفوا الفرقة بشكل أفضل وشكل أقوى بعد موسم طويل وصعب ومجهد على كل المستويات. التشوق أن يشوفوا النادي الأهلي بيعود ويتقلق ويبدأ في الملعب. أعتقد أن دي رغبة أمنية عند كل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله تتحقق. بل وفيه صرار كبير جدا من اللعيبة بقى على أن عمل موسم قوى بإذن الله. وصرار كمان شوفناها في الصفقات الجديدة أنها جاية النادي الأهلي عشان تعمل تاريخ. يكلها باصمة يكلها إس. فيه لعبة كتير جدا جدت مباراة الأهلي وقدرت تحفر اسمها وتكتب اسمها بماء الزهب في سجلات النادي الأهلي وفي تاريخ النادي الأهلي وفي بطولات النادي الأهلي. وأصبحت تسيطر على قلوب عشاق النادي الأهلي في كل مكان الجمهور النادي الأهلي. فأعتقد أن هذا الشوق الجماهير اللي الناس منتظرها أكيد هيقبله الشوق من اللعيبة اللي هي تحاول أن ترضي هذا الجمهور وتسعد هذا الجمهور وتبسط وتقدم ليه إن شاء الله وجبة كروية دا سمها بإذن الله في أول طرق أفريقية. إن شاء الله بإذن الله يكون النادي الأهلي موفق في الانطلاقة القوية في بطولة دوري أطال أفريقيا. اتكلمنا على فريق الكرة بالنادي الأهلي لكن عايزين نتكلم على الدور المجتمعي للنادي الأهلي يا أفصد قوسي. وده جانب مهم جدا من دون الأدوار يعني مثلا كان في معي النهاردة خبر من بغا سبورت يقولك الأهلي يفتح باب التبرع بالدم لصالح مصابي معهد الأوران. طبعا الأوران طبعا بعد هذا الحادث والانفجار والعمل الإرهابي المجرم يعني في الحقيقة بتشوف إزاي اهتمام النادي الأهلي بالجانب الاجتماعية أيضا مثلا في الجانب الريادية. طبعا يعني خلص عزينا لأسر الضحايا ودائما النادي الأهلي بيكون لدور مع المجتمع. وده رسالة في يوم بها النادي الأهلي وشفنا مجلس الإدارة الحالي مهتم جدا بهذه الرسالة بنشوفناها في الاهتمام بالأطفال الأيتام في إبريل لما في الجمعة اليتيم في الجمعة الأولى من إبريل. زي بيعتمد بيهم ويجمعهم ويحتفل بيهم في كل فروعه. شفنا في اهتمامه مع الاتفاقات بينه وبين اليونسيف عن الأطفال والاهتمام بيهم وتربتهم بالشكل اللائق. بتشوف دلوقتي لما في حدثة بتحصل في مصر ومحتاجة دعم من الشعب المصري. النادي الأهلي بيكون موجود لأنهلي مش مجرد نادي رياضي أو فرق بتلعب كورة أو بتمرس رياضات. لأ دلأهلي ليه الدور فعال في المجتمع وليه الدور كبير جدا في المجتمع. بعد كلها ناس عندهم أفكار كروية وناس موجودين في الوسط يعني. لكنهم ماسل ما عندهمش خبرات في إدارة اتحاد الكورة. يعني دي وجهة نظر الشخصية يعني يعني عدد كبير من الأسماء المطروحة ليس عنده الخبرات الكافية. هل الوقت ده محتاج خبرات ولا محتاج حد يسير الأمور؟ لا طبعا محتاج برضو خبرات نبتكلم في سنة فمحتاج حد عنده خبرات يعني. طب هل كان من الأفضل أن يكون في انتخابات من وجهة نظرة؟ لا مش 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 هينفع أن يكون في انتخابات. لكن الحل إيه؟ من الحل اللي هو ده هو ده حل كويس بس يبقى فيه شخصية دي. إن حتة مثلا يكون الموجودة دي. يعني كممكن فيه اسماء واسمين تاني من الأسماء أخرى تيلة اللي هي لها خبرات كبيرة جدا ومشهود لهم بالكفاءة وموجود على فكرة عدد كبير جدا من مصرين يقدروا يعني. أنا مش هينزي أطرح أسمائي لكن موجودين يعني. فطبعا ده طبعا يعني أعتقد أن خيار الوزارة وهي التي تتحمل المشؤولية. طبعا كان مفروض يتم حسم ملف المدير الفن المنتخب مصر في هذه الأيام. وده ملف مطروح بقوة وأسماء كتير مطروحة أحنا نعرفها وكل وسائل المتدولة هذه الأسماء. لكن لو تم اختار مدير الفن من اللي سيختار المدير الفن الآن؟ هل هيختار وزير الرياضة أم يختار العميد ثروة سويلا؟ المفروض العميد ثروة سويلا؟ المفروض العميد ثروة سويلا. طبعا الوزير الرياضة طبعا رفض أن هو يتدخل في هذه العميدة الاختيار وأجل هذا الملف إلى أن يتم تشكيل اللجنة دي وإعلانها رسميا وهي التي تختار بشكل رسمي المدير الفني إلا هي يتحمل المنتخب. طب مطر حتمال يكون عندها مباراة تقريبا في 18 أو 9 أو 9. آه في سبتمبر. عندك شهر 9 عندك شهر 10. بالزبط طبعا هنعمل إيه يعني فقالوا حتى لو كانت الأمور مش مكتنى ممكن المنتخبين يقولون بيلعب. يعني بيلقوا له حلول لكن الوزير رفض تدخل في ملف المدير الفني المصري ومدير الفن الوات. طب هل تم الاستقرار على المدير الفني أو أستاذ قوسي بشكل نهائي؟ ولا لسه فيه كلام على المرشحين؟ ده أقرب ده مش أقرب. والله أنا قادر أقول لك يعني أبو الزلال المعلمات الأقرب لتقول المحمد دولتي كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري. آه يعني الأقرب توقع للأقرب الترشعات. كابتن حسام البدري والأقرب. طب المانع في عدم الأعلان. لتقول ما هو الوزير مش عايز يتدخل ورأيز يعلن يعني في الموضوع يعني. آه. يعني برضو حدوتك كده يا ميلي. حدوتك. مش لازم يعني كابتن. بالضبط يعني. لكن أنا الجزيال اللي أنا عايزة بغض النظر عمان سيتولى. آه. سواء كابتن حسام البدري. كابتن حسان شحاتة. آه. طرح كابتن نهايب كلال. طرح كابتن حسام حسان. كابتن طلعت يوسف. كابتن طلعت يوسف. يعني كلها أسماء تدريبية محترمة. وقامات تدريبية كبيرة جدا موجودة في مصر. أنا مش عايز الأمور يعني برضو في النهاية بيقولك أي مدرب موجود بيختار المجموع اللي بتشتغل معاه. بس خلي بأيكم يا جماعة ده منتخب مصر. منتخب مصر مش لازم المدرب يروح يجيب معاه مدرب يكون مجرد مهمته يعني حضر ونعم. يعني عايزين يعني أتمنى أن ده يتم مراعاته في الموضوع يعني برضو يبقى فيه الضوابط للاختيارات. حددك هتختار آه ناس أنت تختار مش مش هنجيب لك ناس نتخنق معاه. بس ما تجيب ليش واحد يبقى دور يقولك حضر ونعم يبقى منفز يعني. يعني ما تجيب ليش واحد ما يبقاش عنده موهبة. ما تجيب ليش واحد مش كفاءة. ما تجيب ليش واحد ما عندهش قدرات تدريبية. ما تجيب ليش واحد ما عندهش أي تجربة تدريبية نكحة ويبقى مدرب عامل منتخب مصر. يعني اعتمنى أن المدرب العامل منتخب مصر يبقى حد ليه اسمه ليه قيمة. ويقدر يضيف للمدير الفن ويقدر يساعد للمدير الفن. ان يكون في لجنة وحالك قلتلني في فيفا هي اللي بتختار مش بتختار للأعضاء يعني هي عملت مقابلات مع مقابلات لاجت في خبر معي من دوابت الشروق دكتور فضلالة اللي هو خبير اللوايح والقوانين قال ان تعيين لجنة تدير اتحاد الكرة مخالفة صريحة للقاعة الفيفا حاني بتدي بقى الجدك في القصة دي ما احنا قلنا ان الفيفا نبساكت موجودة في مطر وياللي موافع فخلال يعني ممكن تدكش تسنائيا يعني يعني وحدة عنده مخالفة مصر دلوقتي عندها مشكلة وعندها فراغ في اتحاد الكرة بتاعه والمدير التنفيذي ده يدير ثلاث شهور طب بعد الثلاث شهور ما تخلص حالحا نجدد له ثلاث شهور كمان يعني يعني المصر الدولة المصرية او وزارة الرياضة قدرت تجيب موافقة من الفيفا بدلين الفيفا نفسها او مندوين الفيفا جمت وتنقص في هذا الامر واحده مع الشخصيات المرشحة لادارة الكرة المصرية في المرحلة المقبلة فما فيش اي مشكلة خالص والدكتور حسن مصرفة عمل تدخلاته واللجنة المبادة الدولية نفس الهكاية يعني الامور كلها ماشية بالتطبيق بشكل كامل عشان ما يبقاش فيه لا طبعا مستحيل طبعا نكون مغلط طبعا كامل اللي بيقوله الدكتور فضل الله على عينه على راسنا وله كل التقدير وله اتحانهم وده شيء لوائحي صريح وشيء موجود بالفعل وكلامه صحيح 100% ان اللي بيدير حسب اللي حين مدير التنفيذ في ثلاث شهور لكن الوزارة الادارة المصرية تدخلت دكتور حسن مصرفة تدخل حسن دخلات في هذا الاتجاه وتم الحصول على موافقة بهذا الامر فمصر مش هتغامر ان هي ده حصل الله هيقافها حصل الله حاجة فالامور مش 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 شكل ده يعني طيب خبر سريع عايز اقوله لحضرتكو ان رمضان صبحي غادر مران النادي الاهلي للاصابة النهاردة اصابة في الكحل ان شاء الله نتمنى ان تكون اصابة خفيفة اللي نجمي من نجوم النادي الاهلي ولعب مهم جدا في صورة فريق رمضان صبحي ان شاء الله هنعرف تطورات هذه الاصابة لو حقا لو فيه اي جديد للوقت هنقوله لحضراتكو لكن ان شاء الله بإذن الله اصابة خفيفة لعب مهم رمضان صبحيه طبعا ده مش مهم جدا ده مهم ومؤثر ويحدث فارق من اللعبة يعني زي انت لعب مؤثر ولعب قوي لعب مهم ان بيكون ليه تأثيره بيكون ليه بصمته بيكون ليه اداءه المميز يقدر في اي لحظة من المباراة يصنع لك فرق يعني فالمدان صبحي من العينة دي ومن نواية دي وشوفنا عمل ده كتير جدا مع النادي الاهلي في الفترة الاخيرة يعني ان شاء الله تكون اصابة خفيفة نتمنى له الشفاء والعودة السريعة يا رب طيب عايزين نتكلم من ضمن الجانب ارضي ده نقل ايجابية استاذ قوسي تخصى باتحاد الكرة فيما هو قادم للكرة المصرية والمسابقات المحلية بشكل عام اعتماد عقود المدربين اعتقد ان ده شيء مهم جدا ومميز وكمان في كلام على ان المدرب اللي يستقيل من تدريب فريق ما يحقش لان هو يمرن فريق اخر لكن لو مدرب تم اقلته يحق لي ان هو يمرن فريق اخر في نفس الموسم بتشوف الامر دي كلها ازاي بالزبط يعني ده كلام مهم جدا وكلام محترم جدا وكلام ان المدربين كل يوم توسيق للعقود لان ده يضمن حق المدربين اولا ويقلل من المشاكل يعني ان كانت العقود بين المدرب والنادي وما حد اشعر فان اي حاجة كون ان العقود دي توثق في اتحاد الكرة فاذا احنا كلنا بنشغل تحت مصلة اتحاد الكرة وان اتحاد الكرة هو ضامن حق المدرب وضامن حق النادي في نفس الوقت فاي من الطرفين حيخل بالعقد حيتم اللجول الاتحاد الكرة هو اللي يكون حاسم وفاصل في هذا الامر القضية دلوقتي احنا كنا بنعاني بان فترة طويلة جدا من ان في مدرب بيمسك 3 اربع فرق في الدوري الممتع زويجي واجه الفرق اللي كان عمالها اللي عيبها قبل كده وعرف اسراره ومعارف كوليسه ومعارف حاجات كتير جدا والكلام ده غير لا خوير موجود في اي مسابقة يعني تقريبا في العالم يعني فاقر حاجة ظريفة جدا ولكن انا شيء برضو ان لها بعض النواقص اللي ممكن ان يتم الاختراق منه يعني انت دي وقتها بتقول لي ان المدرب اذا استقال لا يدرب لاي فريق اخر في الموسم واذا اقيل يكون له الحق ان يدرب فريق اخر في الموسم انا اعتقد ان ممكن ده يتم التحيل على الجزئة التانية وتتحول الاقالة او الاستقالة والاستقالة الاقالة يعني في الغالب نادي اكترا جدا بتقيل المدرب لكن عشان يطلعه شكله شيك وشكله حل يقولك انا استقالة المدرب او يعني يعني يطلعها لك بشكل مهزب وشكل شيك يعني فحتحصل نوع من البلبلة في هذا الامر يعني دي برضو محتاجها نوع من الضوابط ونوع من الحسم يعني اه بالزبط كان دايما ايه طب نطلع بشكل شيك لا ده استقالته هو اللي طلب الاستقال طب دلوقتي اه بالزبط دلوقتي هل المدرب حيلجأ ويدور على خبر الاقالة او ان يستنزق منهم اه بالعكس عشان يقدر يدرب تاني يعني طبعا هو كلام طبعا كلام مهم جدا وكلام محتاج داوت وفي كل الاحوال التجربة ستتزر لنا الايجابيات والسربيات لكن في ظني ان الايجابيات اكتر من السربيات في هذا الامر مهم جدا يتم تحديد الامور بهذا الشكل وان هما كمان قالوا نقطة تانية ان مش هيتم اي مدرب مش هيشتغل الا او كانوا ليه عقود موسقة في اتحاد الكورة او شهاداته التدريبية موسقة وده مهم جدا في اتحاد الكورة لان مش كل منهب ودب او اي حد يجي يمسك يدرب لازم يكون فيه مستويات للتدريب عشان ترفع مستوى اللعيبة وتساهم في تطوير مستوى الاداء التكتيكي في الامور معاي خبر من سوبر الكورة بيقول ايه بيقول انت حد الكورة يناقش حقوق الحكام وفكرة الغاء الحكم الخامس مع الغاء الحكم الخامس ولا شاف ان انت واجده ضروري رغم ان انت واجده المسلم اللي فات يعني عمل كوارث كتيرة برضو يعني ما ساعتش بشكل كبير يعني والله انا مش مع يعني في ظل التطور وتكنيجية اللي موجودة انا مش مع الحكم الخامس ما استخدم الفار ما كان في مشكلة مادية بقا وان لازم اصف في استجدام الفار و كل مشكلة انا مش رأك ان الحكم الخامس ما ارادته الحقيقة يعني خالص في يعني يعني انتما شفنا السنة العدة في ماتشلى الاهله والانتاج واليد ازار قدام الحكم الخامس qu Shot &ops يعني جون وضربة جزاء يعني ما لو مش حل قدام الحكم الخامس فالحكم الخامس ليس خيصل المشكلة. ايه ايه ايه. في اوقات كتيرة جدا ما كانش ليه اي دورة كانش ليه تواجه. تجربة ليست ناجحة يعني. وغير مطبقة في الدين كلها. يا ما تستعمل الفور يا ما تكتفي بحكمك التلاتة يعني. استاذ قوسينا دايما بستمتع بالفكرة والحلقة ما حضرتك بتبقى مهمة وشيقها جدا. بشكرك شكرا جزيلا. شكرك يا بي. الوقت بي مور بسرعة على الاسف. ربنا اخدي كيف ان نبدأنا اللي ساعدتي بتواجه. نشكر حلقة شكرا جزيلا. دي كانت فاكرتنا الاخيرة من حلقة كلام في الميديا النهاردة. كان بينوارنا وبشرفنا الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير. استاذ محمد القوسي. وكلمنا في ملفات عديدة جدا 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 جدا. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهاردة. استنونا وحلقات اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.